مرحبا ولا سهلا فيكم بحلقة ستنائية من Game On ضيفة في هذه الحلقة هو مدير فريق الحكمة للكورية السلة جاد بيطار أهلا وسهلا فيك في Game On مرسي أهلا فيك، شكرا على المنطقة شكرا لك على المنطقة شكرا لك على المنطقة جادو أول شيء، دعونا لك يعطيك العافية شكرا لك عملته جميلة جميلة أنا أريد أن أقول أنه أحد أكثر جميلة جميلة لكم من فترة طويلة فريق زكت، شكيدة ذكية على أرض الملعب تركيبة بمتويلفة، عودة المدرب الوطني غلسان سركيز معكم أنت بقيت جاد مبارك جادة تلتسين يعني وأحمد براهيم وقع معكم بس الحرفوش رح نحكي عن الفريق بكل أحوال، لكن خبرني شو صار يعني عملتوا فانال فور، جريد سيزن لقلكن خسرتوا قدام الرياضة تلتسفر، من بعدها فاتت القصص ببعضها استقالت رئيس مجلس أمنا النايب جهاد بقرادوني غياب نديم امراد فلت المدرب جوغا التاس، سيرجيو درويش وعلي مزير انتقلوا إلى نادي بيروت وضعت التواصل، شو صار؟ شو صار؟ أول شي نحنا كنادي حكمة عطول منشكر كل حدا بيساعد هذا النادي بس إذا بدي لخصتك شو صار آخر شيء بالنهاية كل واحد رح يععمل مصلحته أنتوني بكل صراحة إذا كوتش حاب بيعمل مصلحته غير محل ويدو ريسبكت هز ديسجن إذا سيرجيو كمان، إذا حيال له حدا حتى الإنفاسترز، كل حدا يحط أفورت تجاه نادي الحكمة تجاه نادي الحكمة بالنسبة لألي، آخر شي بيتطلع عن مصلحته إذا لقى مصلحته خارج نادي الحكمة أكيد ويوشهم لك وقالله يوفق بكل شيء بس أنا بدي لك شغلي، أنا بالنسبة لألي بالنسبة لألي، أنا بلاقيها صعب حدا يلاقي مصلحته برات نادي الحكمة يعني يمكن تكون غلط لكم شخص أخذوا هكذا ولكن أفعل لك آخر شيء كل واحد كيف هو شايفه وكيف هو بيحب يعمل مستقبله كل شيء، كل شيء يقال أنه في لاعب يفعله لأنه ما تواصلوا معهم أو سارجو بقوله وعلي أهلي كمان ما تواصلتوا معهم، خلص السيزن نتروكم، عطوكم فترة وانتقلوا هون إلى نادي بيروت أنا بالنسبة لألي، بجعب أليك أنتوني أنتو حكيتوا معهم؟ أكيد حكينا معهم، والأيجنت باسكال بيروت كنا على اتصال نحن وياه وقبل بليلة ما هني وقعوا بنادي بيروت نحن الكنتراكس كانت جاهزة وفيك تسألوا لباسكال بيروت بس برجعب أليك من بعدما نفوت بكتير قيل وقال نحن بالنسبة لألينا في مصلحة نادي بلا تكمل وهني أكيد في مصلحة هني بيعملوها متل ما هني بيناسبون وبجعب أقول لك الجماعة رح نلتقى على الملعب وهني أصحابنا ونحن أصحابهم بالمصالح ملتقينة بس يعني بس انتو وصلتوا لمحلة معهم يعني خلصتوا الديل أكيد خلصت الديل البرزيديدان بعطلو باسكال بيروت الأيجنت وعطى أبروفل فيها عساس تاني يوم الصبح من خلص الديل اللي نحن وياهون تاني يوم الصبح هيدا هو الشوك أنتوني اللي صار اللي صراحة العالم استغربته بس نتفهمهم أكيد نحنا كمان صارت معنا يعني هيدا المفاجأة أزا بدا بس آخر شي الحقيقة بدأتكمل اللعبة بدأتكمل نادي الحكمة أهم شي رح يكمل وراح يكمل بأحلى صورة ممكنة لو مين ما كان معه ولو مين ما كان فل نادي الحكمة ما بوطي راسه أزا بدا ما زالوا وصلتوا لمحال وخلصتوا تديلوا بعد رئيسنا للحكمة أستاذ إليحشوشي الأبروفل للأيجنت باسكال بيروتة لما بلحظتها تم توقيع كانت ساعة ثلاثة الصباح عساس بكرة الساعة ثمانية بيكون ماضي الكنترا شو صار من ثلاثة ثمانية؟ ما في حدا يعرف قدت يعني عذرا عن السؤال لكن الاتفاق المادي قداش كان؟ كرقم يعني ما فيني فتلك برقم بس ما كان أوطى من اللي أخدوه نفس الرقم اللي أخدوه؟ نفس الرقم على ثلاثة سنين كمانا؟ بس أنا عم قللك أنتوني بعرف الجمهور كله حابب يعرف هاو التفاصيل بس أنا مشاري بوضح صورة اليوم في كتير قصص مثل زواريبة صغيرة واحد ما في يفوت فيها أنا بتطلع على جلوبال بكتشور جلوبال بكتشور نادي الحكمة كتير منيح بريزيدان يحشورش يعني بحط كل شي بيقدر بيعملوه تواف باتر بكتشور تناعمل فريق حلو وهذا الشي اللي عملنا جايك على الفريق هذا اللي بدي تطلع الجمهور أكيد صارت هالهزة بس أكيد سنعرف وبنفس الوقت سنعرف سيزن بعد سؤال اليوم انت طبيعي منطقياً وانتو عملتو الديل انتو إياهن بيروح معكم بس أكيد في عندهم ادفاع ادفانتج بمحال كان مع بيروت لا نققوا بيروت ولا لا؟ يمكن يمكن أن يكون ادفاع ادفانتج يمكن أن يكون ادفاع ادفانتج قلتلك بالنهاية كل حد رح يععمل مصلحته انتوني إذا حس حاله مصلحته برات نادي الحكمة خيمين ما كان يكون الله يوفه نادي الحكمة معروف شو بقدم للعيب شو الادارة بتقدم شو الاكسبوجر يعني معروف نادي الحكمة ما بدي أنا أقعد هلأ نادي الحكمة نادي الحكمة معروف مين هو نادي الحكمة نادي عريق يقدم كل طاقاته عنده بيز جمهور كتير كبيرة ادفاع كتير كبير اذا حدا حس انه أنا مصلحته غير محل برجع بلك ما فيني قعد انا شوف شو لاش مصلحته هون بالنسبة للي انا اذا منا اكبر انه مصلحته نادي الحكمة ما لازم يكون بنادي الحكمة هذا بالنسبة للي انه ملتبا اذا هو حس انه أنا بدي ادرس هكه جيد لك نادي الحكمة ما رح يوقف هون نادي الحكمة نادي الحكمة تموليا ماديا كمان نحكى بفترة يعني ما بعد استقالة رئيس منسط أمان استاذ جهد باقرادوني كمان نحكى كمان نشغل وعبين نشغل على سبانسر من خارج لبنان نحكى بأسامة كتير كبيرة ما بدي فوت بداعيات ماذا ستصار بموضوع سبانسر فيه غطاء تمويله غطاء مادر بصراحة السؤال كتير حلو بدي اقول لك هاي دي مثل كيرس كل فترة بتلاحقنا للحكمة كل اوف سيزن نادي الحكمة مما معه ومساري بس اذا بتطلع انت بس تطلع ثلاث اربع سنين لورا شوف الريكاوري كيف كانت وشوف ريسيدان يحشوشي شو امن انا بدي اقول لك من عند منظار فيه كذا سبانسر عم يقول بديوا يحطوا مساري بجعب حولهم للجهات المختصة بس بدي اقول لك هاي نادي الحكمة ما بيوقف انت بتعرف البيز شو هي وبتعرف كمية عالم بيحبوا نادي الحكمة واذا فيه فيك تعرف قداش عالم بتحكيني اخيي ونيدتو هاي نادي الحكمة اكيد ويريسباك للي كانوا معنا وبنتشكرهم عكل شي يعني ما بدنا نقلل من ايمة ولا افورت نحطت بنادي الحكمة بس بنفس الوقت بقلك نادي الحكمة ما بيوقف يعني عالم وبديقلك شغلة صاروا اجراسيف اكتر بعد ما صارت هالهزة الصغيرة معنا صاروا اجراسيف اكتر صاروا يعلوا البجت اكتر لكن بعد ما جورتنا فيه واحد ميين شغل ما صاروا اكتر ما صاروا ابي اكتر ما لدينا ميين شغل بعد ما خليس الديل مبتوصل بكونا نعلن ميين شغل المساري كلها مامنة هل ستغانبه قطر ايرويس ما بقدر جاوبك حابت ادحكة وصلنا إلى جواب مابيني جاوبك صراحة انني صراحة من عندي انا هاي الالديهي وهي مع فرزيدانه يحشوشي وهو بيعلون عنا ونفر إتس باسبل أو ونفر كله كلير بيكون عنده ثانيا جماعك أنا موضوع عنادر حكمة استوعدتوا الشوك مديان يورفاين عبداليس استوعدتوا الشوك بشكل سريع جداً عملتوا ريكاوري بشكل أسرع من المتواقع وبلشتوا سلسل التواقع وقعتوا وجددتوا عقود على كتير من اللاعبين من نانسي كويك مثل عزيز عبد المسيح وطريق بعبود وليا السبع لكي طريق بعبود هو صار كابتن الفريق وليك مخلوف وقع معكم كمانا والله لك دفور عملوا على الآخر حافظوا واحد واحد ولكن بيبقى سؤال واحد هل اليوم نادر حكمة مهتم بالتعاقد مع إليرستوم مثل مع علوماتي واصلة لعندي وأنا أكيد من معلوماتي أنه أنتم مهتمين بالتعاقد مع إليرستوم أنتوني ما فيني فوت معك بأسامك كنا قبل الحلقة عم نحكي ما بعرف إذا عنا سبوتس بعد اوكي إذا عنا سبوتر كينوا لإليرستوم بصراحة هذه الكوتش بيأخد دجان فيها يعني كوتش غسان وجاد مبارك والأسستنت يعني اللي هلأ عم نخلص هلأ يغدد الأسستنت اللي كان قبل؟ لا 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 غير روحا يعني هلأ عم نخلص إذا بدك الفريق التقني إذا بدك الكوتشينج ستار هايدي الدسجن هني بيخدوه أنا عليّي تومنج هني بيقول لي خيار روح كي مع هذا الشخص أنا مستعدة للتعاقد 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 يعني بس تكنيكلي إذا بدنا هذا الشخص معنا أو مش هذا الشخص ما بقدر أنا أعرف بس عم بيقول لك كل حدا بيحب بناد الحكمة بيكون بناد الحكمة يعني كيف تقضي؟ خلينا أرجع معك شوية على موضوع شوية؟ على موضوع جعلوك مخلوف لأنه كنت عم نحكي عن ميك تحت الهواء إذا كان جعلوك مخلوف لأنه في عندك دات العيد الميلاد يعني تقوله صحيح إذا كان رح يحتسب عشرين سنة أو تساطعجر سنة إذا كان تساطعاش عندكم وان سبوت فاضي حانا نظر سبوت إذا كان عشرين فولتم صحيح إذا كان تساطعاش يعني رستم معكم إذا كان عشرين يعني لك ما فيني أقول لك أنتوني بصراحة لو معي معلومات بيقول لك يعني أنا أقول لك جاربي طار مدير فريق الحكمة أقول لك لو أكيد ما بتحب أعطي شي ماني ميني بالمية أكيد منه لو معي إيها دغري بيقول لك إيها مانيش جاي يخبع لك وليك وشو بابدك تسألني اللي معي إيها رح أقول لك إيها أقول لك كجاردي نحنا فيه فور جود جاردز كيف يعني نحنا بالنسبة لي إيها أنا حادمت إيها رستم لعب وعامل عطا للنادي الحكمة أكيد عنده passion لهالنادي هون يعني ما عنا شك قداب يحب هو نادي الحكمة بس تكنيكلي قديش قديش إيها رستم أو قديش إيها عنده بلايينج تايم يعني اليوم إيها رستم ما فيك تجيبه ما يلعب أو يلعب مينتس نحنا ويريسباك كل شيء عطا هو لللاعب هايدي بنقول لك إيها رجالة لو أنا عندي بقول لك بس هي لو عندك خي ما لا أنا أحكيك عندك ما تقول لي لا كوتش ما فيني أطلع أنتوني أعطيك تصريح أنا أطلع عن تلمة الكوتش هايدي إتس كوتش ديسجن مين الأساس من الكوتش؟ الكمين سون بيبين هايدي كوتش غسان هو بشوف مين أكتر شخص بيقدرون بيرايحه وعم بيحكي معك هذا شخص قلت لي إنه راح بتخلصه مع حدا ايه عمل لك بس هو التحكيت مع حدا يعني عملت قلوه لا أنا ما عملت قلوه بعدك ما عملت قلوه انا ما عملت قلوه بعض ما قالوا لي هدا الشخص قلوه وإنه عم بيحكوا بأن بعضهم وانتوني أعلم تهرب من الأسئلة زكي كتير والله زكي كتير والله زكي كتير يا خي ما بدأك قلوه لا بدأك قلوه باسمي لأساسة الكوتش مهلا ومعي خبر بقلوك بدأك قلوك شغلي عمتوني بدأك قلوك شغلي بكل الساينيكز اللي عملناه هون كتير صبت انسأل أنا ستروا على الدولة لك أحمد إبراهيم معكم أو أحمد إبراهيم مش معكم فتطلع عليك جاكرة بموضوع أفكرة شو؟ تقريد أفكاري كان جاي أحكي بموضوع أفكرة ايه أو مثلا رودريغ أو هذا نحنا كندي الحكمة وانس بنحكي إنه نحنا بدنا أحمد إبراهيم إذا كان سعره إكس صار سعره 5 إكس عمل لك ايه نحنا ممنحكي لأنه حكمة حكمة أحمد إبراهيم على سعره لأحمد؟ أكيد ولا لأنه إبراهيم من بالليست إيه على سعره؟ أكيد لأنه من بالليست إيه لكننا كنا نخلصين الدين معه قبل المليست إيه ومن بعد ان اصبح من قرأ المليست إيه الصار رفعه لكننا نريد مرات فيها يعني كنا كنا نريد أخرج لكننا أريد أن أقول لك إذا نحنا أردأه لك أريد أن نتحدث مع أنتوني ماجدلاني أنتوني ماجدلاني حيكي حسنو هو أم良 سعرك سعر أحد ضغري لذلك في الان انا بالنسبة لي لي لا احب ان اضع بأسفلات كلها وقال لك ما هو كل المساعدات التي عمنا بعملها والجمهور عن جديد يتحدثني كل يوم عن المساج وطلع انا لا يمكنني اجابك كل شي عندما ينصب بأسفل اظهر على راس السطح بالأشرفية او اين ما بدك اضع لك ارما انو ينصب بأسفل لذلك الان انا اعطيكها 100% احسن يعني انا اعطيكها اعطيكها احدا لا اعطيكها طيب خط المفاوضات مع احمد ابراهيم كانت جدا طويل يعني كتاب تقلي انا كان عندي معلومات انو قرع لي خلصته وصلتنا معها رجعت موضوع الاستقاية رجعت وفضته مفاوضات جديدة كانت طويلة هذه الفترة كانت طويلة من الناهاينة لانو مثل ما قلتلك بس ما طلع الاستقاية في كازا نادي كان عندهم اهتمام احمد ابراهيم اليوم لاعب كتير كبير يعني منو حدا هكي مرء الطريق وانو ما طلع الاستقاية كان حقه هو كمان يشوف ونحن كمان عملنا مصلحتنا برجع بقلك بقلك الباسكتبول للعابة هي بيزنس انت لازم تعمل انت لازم تعمل انا بقلك انا من منظري بشوف الباست انترست حيلا اللاعب يكون بنادي الحكم بس اذا هو بيشوف غيرها بالنسبة لي احمد ابراهيم ويهاد انترست واكيد درنا نوصل الانترست بيننا وبينه انه هو يكون بده ومبسوط حاس حاله احسن عنده هي احنا الحكمة كان فيه حكمة وكان فيه ماريس لنا اكتر تلات فرق صحيح بدون احمد ابراهيم صحيح ماذا يجعل احمد ابراهيم ينقل حكمة؟ اول شغلة بعد اللي صار معه من سنتين او كل سنة بصير معه مشاكل اي اعتقدني السجن اللي اخذ احمد هي بيز على علاقته وقدر الصان اكيد هاي دي بس السكسس اللي بيقدر بيعمله وانس بيعمل بيعمل جيد الحكمة يعني انت شفت حياله اللاعب يجعل بيعمل جيد سيزن سعره دوبل تريب تلوغب لذلك انا بيعرف مصلحة حياله اللاعب تبه واسق بشو بيقدر بيعطي انا بيقول لك في كتير العايب بيحبوا يقعدوا بالشادو يعني بيقول لك انا والله بقبض هالمساري بس كل اللاعب عنده الجرأة عنده الكونفدنس يقول انا خيه بدي ضوي هاللوب عحاله يعني احنا حط بي سبوت يكون فيه مثل اللوب مبين علي لانه بتعرف جمهور الحكمة منه شخص وشخصان هني ملايين من العالم يعني حياله مستيك تعمله هي عاللوب وحياله ساكسس تعمله هو عاللوب وحياله اللاعب عنده هالكونفدنس يجي يقول انا بديلعب نادي الحكمة متل ما احمد عمل يعني احنا بنعرف اديه سيقته بحاله عالية انه انا خيه عم رادي انزل تحت اللوب لانه بس انزل تحته ناكسته ناكسته لما لحتوا على خيار كوتش غسان زركيس كانوا رادي عندكم مور اوبشنس ماني او خلاص بس صارت الخبرية قلتوا نحن نحتاج هذا الناس لك بصراحة كوتش غسان ما فيك تحطه اه كوتش غسان هو كوكب وكل البيئة بالنسبة لي يعني كوتش غسان بس صارت معنا هيك توصلنا نحن معه هي وزراتي هلأ يعني شو ما بدكن انا حيب بساعدني للحكمة ما تنسى التاريخ بين كوتش غسان ايه ايه انت ما فيك تجي تقول انا لأ ولا كوتش غسان او حدا يا كوتش غسان اذا هو ما قدر ساعتها ما تشوف حدتين بس انه ليس مثل اختصار خلس يعني اول خيار اول اسم طلع براسكم انتغري المدرب بسان ساركيس وكان دغري متجواب فلت جاد مبارك راح رجع جاد شو قصيت جاد جاد كان مش مرتاح فهلا باك تعمل جاد ما كان مرتاح بكذا كوندشن كنت تحكيت رجعت شح لكندمت لأنك حكيت لا 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 بالعكس جاد ما كان مرتاح بكذا كوندشن كتعم تصير معه كذا كوندشن بأيان من ناحية ما كان مرتاح بالسبوت كان الديك ديسجن ما كان معه هالفريدوم يقدر يعمل كل ديسجن بيترايحه او القصص اللي هو بيرتاح يعملها از سكاوت بالفريق مع الكوتشنج ستاف كان عنده يعني بروبلات؟ ايه ممكن كوتشنج ستاف ادارة يعني ما بدي فطلك بالديتيل شو صاير معه كمشكل هو بحب تفضل هو يحكي عنه اذا بحب بس بدي اقول لك انا وانس اعدنا هذه القعدة مع البرزدان مع اللجنة الإدارية شخص مثل جاد مبارك بيحب نادي الحكمة ويحب يعطي لنادي الحكمة لا يمكنك ان تفضلهم يجب ان تفضلهم يجب ان تفضلهم يعني هذا الشخص انا بقدر يقوله سيارة الصبح يقوله لك جاد بدنا هاك 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 يقولي يالله داس دوت دغري خاصة لنادي الحكمة ليس ان هكذا دغري اول شيء عملناها هي ان تفضلهم ثلاث عام ثلاث عام ثلاث عام بس اول وحيد لمدى ثلاث سنين يص مين غيرهم؟ بس كل الباقي سنة 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 عندك احمد سنتان احمد مراهيم سنتان مع نادي الحكمة انت حكماوة بقوة بيخيلك انتوني انا ربيت بنادي الحكمة انا كنت بال بالاكاديمي او اذا بدك بال كان نلعب وقته موليد بطولات موليد كنت مع نادي الحكمة لعبت خمس سنين مع نادي الحكمة كنت ولد يعني ربيت بهذا النادي كنت اطلع احضر هالنادي يكون الساعة عشرة بالليل مثلا بطولة قاسة ايجي مطلع من 11 الصبح نقعد ننطر عالباب وامة ابعتلي تارتين هكي بهيدي البانان وحتى انطر لجام الحكمة ومشن هكي بس وقفت كريرتي رجع حكيني بطولة ايجي مطلع ان اقلعب بعد سنة معنال الحكمة وحس الفينجل اللي كدت انا كولد احضره من بره ايجي مطلع احضره من بره ومشن هكي ايجي مطلع احضره بطراحة تعالى 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 أنيو في الراعيم تاريب كله يطلق كله سشل اسمي وغضو اسمك تاريب هل فيها لأخير ما يأتنا في عشقية تسلل طبق المشتب فيدي فيك على الوقت اللي تسلل طبق المشتب فيدي أنا هيدا الشي اللي ما بقدر إتخيل حدا يشوف مصلحته برات نادي الحكمة هيدا هو الفيلم ليه تأثرت؟ ليه تأثرت؟ شو بدي أقولك؟ أنت شايفة بالملعب كيف تكون كيف كلها العالم كله يعني أنا بقلك جمهور الحكمة تسعة وتسعين بالمئة منه الدايهارد حكمة يعني بتقله خيليك السنة ما في فريق بيقلك وزر أنا نازل أحد في أول ملعب بتقله يعني الجماعة ما فيك تصدق يعني قدي عن جد العالم داي هارد على آخر على آخر على آخر أخيلي بدك ايه؟ كنا نكون خسرانين خسرنا ضد رياضة عملونا مهرجان بساحة سي سي قال باكن تنزلوا يا أخي نحنا ما أنت اللي مش رئيين أوكي باكن تنزلوا نحنا خيي مبسوطين فيكم لعبته، خلاص، عرف كيف؟ الجماعة نادي الحكمة، الجمهور نادي الحكمة، هيدا هو إذا بدك اللي قد تصدق هيدا هو اللي إذا بدك تصدق تصدق النادي، تصدق كل شيء بلا جمهور الحكمة ما فيه نادي الحكمة شك توقع جمهور الحكمة؟ بدي أقول لهم الجمهور الحكمة أنه بعرف كثير قطعته بأبسن داونز لاتلي بآخر شهر بس أنا بقلكم من عندي أكيد هالسنة رح تكون كثير حلو رح تنبسطه كثير هالسنة عندكن شو التارجت أبغل لكم هالسيزن؟ تارجت تدو دو باست سيزن بوصيب وبصراحة إذا بدك تارجت ما عندي هلأ لأنه لألك ليش؟ بس نمضي الأجانب الثلاثة مع الكمبينيشن اللي عنا رح أكد لك مرة أحيان أجانب رح تكون هالسنة رح تشتروا عليه؟ بالطبع، أكيد معقول لنرجع نشوف كليف أليكساندر مع فريق الحكمة؟ كل شيء معاوض بلاشت وترجع وتحكم مع كليف؟ لا، مبلاش نحكم معك عملت له القلوم؟ لا، بس لك في كثير كمان نعمل لك كتكنيكل يعني بعض الليست بس تصلي لك أنا بتصلي الليست هاي هودة عياب بسيشن الزرح تروحه على ثلاث أجانب يعني، أقول لك أنتوني ما عندكم تشكيل يدنانية؟ تشكيلات الأجانب؟ بلا، هيدا كمانا واضحة يعني ما بقدر أقول لك أنا لو بعرفها بقول لك أقول لك إذا بتحكي كوتش غسان هو بيقول لك ما بدي أقول شيء أنا الزلم يكون عنده أخرى كوت غسان من الجيم أو نترك كوتش غسان بتعرف ما أنه كلاسيكي ما أنه كوتش كلاسيكي يعني أنه أيها هاك هاك يمكن يطلع لك بفكرة تطلع سوبر وتكسر لك الدنيا ما فيني أنا أجي هلأ أقول لأ راحين وان ثري فاي ما بقدر هو نحن والسبورت أنا دا السجن هو بيخده حكيته مع مامادو لاعب ارتكاز الفريق الجراء السوري أنا ما حكيته كوتش غسان حكي لأنه مامادو طلع الكويت ماضي مع فريق الكويت بفريق كويت بالدورة الكويت تحديدا ولكن انتو حكيتهم أنا معلوماتي وطحوها أكيدة ما بعرف أنت معلوماتك هكذا أنا بالنسبة لي ما أنا أوفيشل أنا أوفيشل أنا أوفيشل لأنه مخلص الدين أنت ما تعطينا إلى المية بالمية خالص ولكن أنه إبنشة اللي عملته ألو أنا لأ أوكي بس أنا صار في ألو أريد أن تأخذها مني يا أخي أنا أعمل لك ماذا أعمل لك أنا أحبتك من أجل أن أحبتك من أجل أن أحبت كل شروع وكل شيء عمله وحاولت أن تأخذ حيا الله شخص معك أنا أجل لك كل شيء معي أنا أعلم إخوة لو بيشتر لنا حيا الله إنه كان مخطوط لكم أنا أعلم نحنا نحب أن نطامن الجمهور في أفضل الممكن لا تفهمني إذا كان هذا ماضي أخي جماعة لا لا أعلم أنا أحبتك أنا أخذتك مضي أنها أنا أضمت لك وإذا أريد أن أخذك الرقم التي نحكم فيها وصلني أخبار كثيرا أكبر أني أخذتك وصلني أكبر مني أخذتك أخذتك أحبتك أخذتك مضبوط لا أعرف أنا أخذتك هذا الرقم التي نحصلني لكن مرابع عليك أسم الله لديك حبال في كل المحلات تعرف أن تأخذ كل شيء فيكم تنفو، فيكم تأكدو أنديان، بس أنا أكيد من الخبرية أنا أكيد لك عندما يتساين، أنا أكيد لك لأنه أراد يفضل يطلع على الكويت حتى نحكي معه كمان مع فريق ثاني لبناني دع أرجع شواء معك على موضوع الحكمة رحتوا على ونلست اي بلاير نعم فضلت تروح على ونلست اي بلاير تدعموا تشكلتكم اللبناني بثلاث لعبين أجانب على أن تأخذوا أجنبيين تحطوا حدا على البنش نعم نعم، نعم نحن على الخيار لأنه بالنسبة لما قالي أنا at some point getting three foreigners على الملعب can beat any list A لأنه ما عندك open budget تجيبه وعندك open skills تجيبه يعني أنت once you signed a list A player he got injured أوكي هو أحسن لعب لبنان أعتبر أوكي ما ضيته he got injured ماذا تعمل؟ كستابلتي، بالنسبة للي بها الكوني حتى يضعطت رولز إذا بدك الجديد، ثلاثة أمريكاً على الملعب أو ثلاثة أمريكاً على الملعب بالنسبة لي إلي أنا، لو شو ما صار، أنت يمكن أن تغيير الملعب يمكن أن تجد دائماً أنك تجد دائماً وفي عندك أفضل عبارة يعني اليوم فيك تجيب لعيب أحسن من حالة لعيب لبناني، تجيبه أجمل عندي سؤالة بس تقرأ شواناً مبوقة؟ بس بدي كميل لك هالفكرة صغيرة جانباً على أحمد إبراهيم، لي هو بالنسبة لي إلي لدي أعلى سكلزة بالنسبة لي إلي هلأ موجودة، يعرف كيف هون بلبنان، الزلمة طوله متران وثناني ممكن متران وثلاثة، يلعب هالفكرة معه شوطة، معه القصة، معه كل شيء يعني حط حده ثلاثة أجانب ومع يوسف غانتوس والشباب كله اللي مبدأ نسى حدا يعني رودريك، أعتقد أنها تجد دائماً تجد دائماً أحمد إبراهيم، سعر أحمد إبراهيم، دعنا نقول هو نفسه سعر سرجو، ولا أقل؟ نفسه سعر سرجو؟ جدًا لأنه نحكي على السوشال ميديا، عادي معلومات السوشال ميديا أنا بالأرقام ما بفوض، عني بعرف، بس فضل أترك كل شيء اللي يحكي على السوشال ميديا أنه وصلت إلى محل، كان أحمد عبيت له 300 على معلوماتي أنه أقل من 300 لك، 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 كل حدا بحب يقول رقم، هو قد يقبض، هو يعلنه بس أنا بقول لك، كان أقل، بين هؤلاء اللاعبين من أقل؟ من أقل؟ من أقل؟ من أقل، ما فينا، لا، بالعكس أكتر أقل؟ يعني لك، لك، في كذا فاز فيه، مش بس الرقم اللي بيقبض، وفي كمان كذا شغلة، حد الكنترابونيسات وهاك، لذلك، لا يوجد شيء بعيد لماذا رحتوا إلى رودريك عقل، ليس مجددتوا إلى رالف؟ كوتش 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 وكانت مجددتوا إلى رودريك أيضا، ليس مجددتوا إلى رودريك، لأنه كان رودريك عنده اتزامات بره كانت تلعى أماركا، رودريك، قال لي آخر شي، أنا يبلعب نادي الحكمة، يوه يبلعى؟ أكيد، أكيد، يبلعب مع الحكمة، رودريك، إذا لم أكن يضع نادي الحكمة، لم يكن يلعب بس كام سافر بره لبنان، يمكنك تدقل ودسهله انتهى ما سأبقى، بدء مكتاب mashup من أخير، لن تقول له أحياناً، لكنه يقدر لن فكر فيه انا أعتقد أنه كان أصبح إلى رودريك يسافر على أماركا، كنت أطلب عاميركا نادي حسابته بأنه كان سابقا لديه بس كرينكا ويجب أن يتواجد في أماركا، أعرف كيف؟ موجودا لدينا هذا المدعب نادي أخير أني أتطلع حكمة بيروح على الجرين هار وينصى الجرين كارد الجرين هار ايه اوكي زي بدا جرين كاسل انا الطبيب جرين كاسل بينصى الجرين كارد لذا عم قل لك بس عم قل لك شخص بيقل لك هالكلام بيقل لك هالكلام بيقل لكي تجده لان انت بتعرف الباسكت مانا بس سكيلز انتوني يعني واحد يقعد فيها حدا يحطط لك 200 شوطة وربعة تحطوا قدام جمهور تحطوا بهال بهالكلام اذا بدك بس حدا ما عنده سكيلز بس عم بيحط من قلبه لهيدا النادي هيو البرفورم احسن من حالة حدا انت بتعرف نادي الحكم السنط الماضي ما كنا احسن اسامي يمكن بالماركت ما كنا احسن اسامي ما كنا على بجت ليس تغنيتو سنعة مروان زيادة كوت تسجن بس بتعرف جواب انا مروان زيادة يعني اعربيان انا وياذا بدك بس عمل لك التكنيك اللي يمكن مش مش الكوتش يعني اللجنة اذا بدك الكوتشنج هن عملك بفريق هيقدر يوصل للتارجت البدوية نحكي نحنا وكزيدان فيه بعد ما صلت لنا بس نحنا متمنى له الخير كله ل مروان متمنى يعني لكل حدا يمكن كان حال بيلعب ما قدرنا لانتعرف ويهاب للمتدد سبوت يعني متمنى متمنى له كل الخير من كل قلبنا يعني انتو بلشتوا حكم مع جانب كوتش غسان كوتش غسان ليس متوغل يمكنش جمعتين ثلاثة ماكسمو بيكون هون من بعد بنا نبلش لكن ناكست ويكب يبين ميلا موضوع لوفي لتشوف اذا تمضوا إلي رسطوم عملت الريبورت هلأ لا نعطيكم خلاصة العلم ناطري ناطري انتو تشوف عن الماضي قدرني رسطوم باستعرف على موضوع لوفي لا هذه ليست مزبوطة نحن هلأ أوشي عم نشوف التسعة عشرين سنة اذا بيقطع لوفي من بعدة نشوف الابتشن ايه يعني ما عندي هالمعلومة اللي انت قلت ناطري مضي قدرني رسطوم لا معاكي عم بقى بلقى نودي الساعة بالعكس رسطوم طبعا اكيد اكيد أقلت لك، أنا أخبرت لك إنه رادي، إنه رادي أكيد، لا أحد يستطيع أن يضع غبرة على قدمه لا أكيد، لا أصدق أنه تنفع من هذا العكس هذا الموضوع لكن الله يحميه بكل أحوال، حلو أن أرى قدمه رادي، لا أستطيع حكمة بالممتازة الممتازة التي أقدمها على فريق حكمة لا أستطيع أن ننسى كمية الإنجري بكثفة البعض الآن معلمة صحيح ما عندنا بعد نقول؟ ما أريد أن أقول لك؟ أحبك كثير أنا هذا لك ركت لك صاحب بعد الحلقة؟ أكيد، أكيد لا، لا لن أقل لك، بس تخذها من الاتفاق تعرف أنه ما في صحبة أم لا صحبة اتفقنا هذا والزلمة مش أنه صرنا أصحاب، ده اتفقنا إياه ما منتفق من هذا الأصحاب بس إتنا حقاً يا خيي، هياً هذه الحقيقة، ما بدي أقعد؟ ما اتفقنا، أنت عدوي، لا خيي، ليه أنا بحطي إدواء المرة أنه نحن متعارك عالملعب نحن نحن أصحاب تحتلل مجال دخلتنا بشي كتير عبين حكي قصة أمير سعود حكمة لك أنا أعتقد أن أمير سعود لديك رياضة ولا بأي كيس تثبت إيه في الأمير من رياضة أنا هدأ عنده شلوش إذا بدك بيهو معه الأكاديمي معه كذا شغل يزوره الرياضة نعم، أيها الرياضة هناك إنه مهلا لإله وأكيد لا أرى أن أرى من خارج ما صار شيئاً ليس كما يحكى أو يحكى هو مرة يقول أنه يلعب عباله وأكيد ونشكره على هذا الشيء ونحب نفس الوقت نحن نحب شخص مثل أمير سعود يكون أمير سعود لكن أنا أقول لك تكنيكا على الأرض كم تحديد عميزة لا يحدث رأيك في عودة جيمانوكيوان للباسكتبول اللبناني؟ لك كثير حلو وجوده صار في جي صار في فايسال نعم، هناك مرتبة عودة كتفصان نعم، أتمنى أن الثاني يكون هناك كثيراً بعد التعامل أحب هذا ما يحل البطولة هو التنشن وهو التوك أنا التنشن هي فعليا صح ما أنا أقول لك بس تنجد هالتنشن بيكون جمهور الهومانتما اللي نص على نص بيحط علم على البالكون وبيكون هداك اللي نص على نص بيخلص بيخدوها إذا بدك أقصر بيصيروا الفانز أقوى إذا بدك خلص يعني بيحصوها بيرسنل هذا هو ما أحب بالتعامل هل تعطيك هكي تروح على المتعامل بدي أربحه بيصير بيعلى المستوى بيصير بطل هكي بورين إذا بدك ما أدرت أن تحافظوا صيني على مارك خوير إذا بدك أعمل لك، شايف مصلحته ويوشهم لك مارك عطى كتير لليدي الحكمة وهو محبوب كتير من البرزيدان ومننا كفاميلي إذا بدك لكننا نحن 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 نخطي ما يقف وإن شاء الله يوفقه بالدخل الله يوفقكم كلكم سوي، اعتك ألف عافية شاد بيطار تسمي لك واحد من أفكب المزيد من المستوى لكم من المفترة شكرا طويلة نسبية، حملته دخول ركبته شكالة زكية كثير على أرض الملعب، ناطرين أن تشوف تلات أجانب إذا فنرح نرى كليف ألكساندر دورة لبنين لكرة تسلم وجدداًًا، شكراً فيهاresoحة جديدة قالوا أنتولي أول واحد يقول لك قالوا هذي صابت ايه معرفكم أنا وياك أولادي عم بحكي لك شو خلصتو يالله ديل جاد فيتار احبك كثيرا وأنا كمان شكرا لك فإذا مطابعين عبرونسي تونال لبنان هذي كانت الحاقة الخاصة مع مدير فريق الحكمة لك ريت السليم من جيم اون إلا اللقاء أكيد ملتقنا بجدد بحلقات جديدة إلا اللقاء